اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الاعلام ان مشاركة الشباب البحريني في البرامج والمبادرات الوطنية التي من شأنها تزويدهم بالمهارات المتقدمة والمناسبة للمتطلبات الحالية والتوجهات المستقبلية تعكس الرؤية الوطنية لجلالة الملك المعظم بان يكون الشاب البحريني قادرا على تحقيق تطلعات مملكة البحرين والمساهمة في مسيرة التطور والتنمية نعم جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير الاعلام منتسبي البرنامج القيادية الوطني هاي بويوث بدفعته الخامسة الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة إنجاز البحرين لدى لقاء سعادة وزير الاعلام مجموعة من الشباب البحريني المشاركين في برنامج هاي بويوث للقيادات الشبابية بدفعته الخامسة بحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة أكد سعادته على ما يحظى به الشباب البحريني من لدن جلالة الملك المعظم ومن حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء من خلال الاهتمام بتفعيل البرامج والمبادرات هذا البرنامج القيادي الشبابي يقدم لجميع منتسبيه أفضل العلوم الإدارية والقيادية لما له من دور كبير في فتح آفاق أوسع لهم معهد لدارة العامة هو الجهة المختصة بتصميم مشروع هاي بويوث هذا المشروع بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة إنجاز البحرين يقدم هذا المشروع من الشباب إلى الشباب ومن أهم أهدافه أنه يقوم بدعم الشباب البحريني لقيادة عجل التقدم في مملكة البحرين فرصة الالتقاء بالقيادة المؤثرة أصبح ممكنا عبر البرنامج الوطني هاي بويوث الذي يعرف المشاركين بخبراتهم وما حققوه من نجاحات يحتذا بها بما يؤهل الشباب مستقبلا للخروج بأفكار مبتكرة تحقق الأجندة الوطنية للمملكة سعدنا بلقاء وزير العلام الدكتور رمزان النعيمي أثر علينا كثير صراحة من تجاربة اللي قالها لنا من حيث الناحية العملية والناحية العلمية وإحنا اليوم كشباب استفدنا كثيرا من خبرته استفدنا وايد أشياء في الجانب القيادية والإدارة أيضا وأضاف لنا رحلة في عالم الإدارة أن الإنسان أو المواطن البحريني لازم يسعى لتحقيق هدفه ويسمى مراكز عالية في مملكة البحرين ويعد برنامج هاي بويوث أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تهدف في المقام الأول إلى تنمية الكوادر الشبابية وسقل قدراتهم بما يصب في الإنجازات المحلية والدولية تجارب متنوعة قدمها وزير الإعلام خلال لقائه مع منتسبية الدفعة الخامسة من البرنامج الوطني هاي بويوث وكلمات تحفيزية متواصلة لشباب البحرين يرسخ نهج الإبداع والابتكار خدمة لمملكة البحرين في كافة القطاعات طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين